الرحالة محمد بن احمد بن جبير الكناني الاندلسي ولد في مدينة بلانسيا عام 540 من الهجرة وتنقل بين مدن الاندلس ليستقر به المطاف في غرناطة قبل ان يشد الرحالة الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج طالت رحلة بن جبير فشملت مصر وبلاد النوبة والحجاز والشام وبلدان اخرى اشار بن جبير الى انحسار مساحة بغداد التاريخية وذهاب كثير من بهائها وسالف مجدها في نهاية الخلافة العباسية في ايام حكم الناصر لدين الله بسبب كثرة الفتن والاضطرابات كما ابدى خيبة امله من طبائع اهلها يومئذ لكنه عاد فاثنى على فقهائهم ومحدثيهم ووعاضهم كما ابدى اعجابه باصوات قراء القرآن في جوامع المدينة